مشاهدين الكرام أحكام الأضحية في الشريعة الإسلامية دعونا نتوقف في البداية مع فضلت الشيخ أصام حيث مع دخول هذا شهر شهر ذي الحجة يعني يتزايد اهتمام المسلمين بشراء الأضحية والكل يتساءل أسئلة كثيرة جدا مواصفات الأضحية شكلها إيه؟ ما الذي يجوز أن نضحي به؟ وما الذي لا يجوز أن نضحي به؟ طب ينفع نشترك مع بعض في أضحية كبيرة ويكون لكل واحد سهم؟ طب إيه اللي يجوز وإيه اللي لا يجوز؟ كل هذا نحاول أن نعرفه إن شاء الله النهاردة مع فضيلة الشيخ أصام تليم شيخنا لو تحدثنا عن حكم الأضحية في الشريعة الإسلامية بداية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام وسلم رسول الله على آله وصحبه ومن ولاه وبعد فنكرر التهنئة للأمة جمعاء بهذه الآمن وبركات ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نتقبل من الجميع الصيام والقيامة وصالح الأعمال والأضحية طبعا هي مشروعة في ديننا أسوة بنبي الله إبراهيم عليه السلام حينما أمره الله عز وجل بذبح ابنه الوحيد إسماعيل قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصادرين وحينما امتثل لأمر الله عز وجل بيّن الله وفديناه بذبح عظيم فسنة من هذه العبرة والعظة سنة الأضحية من موقف نبي الله إبراهيم ونبي الله إسماعيل والصمود والثبات على الابتلاء والمحنة نعم شرعت في ديننا وشرعها النبي صلى الله عليه وسلم وبيّن أنها سنة من سننه ومن هديه صلوات الله وسلامه عليه اختلف الفقاء لكن معظم الجمهور على أنها سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحناف فقط يجبونها يرون الأضحية واجبة كيف نخرج بعض من هذا الخلاف خلاف الأئمة المسألة هي حتى الأحناف لما أوجبوها أوجبوها على القادر يعني للراجح هنا سنة ومن قدر فيوسع على نفسه وعلى الناس ويطعم ويطعم نعم مما أطعمه الله عز وجل كما قال تعالى وأحسن كما أحسن الله إليك نعم وإحسن الله إلينا لا ينتهي وكثير جدا فالأصل في الإنسان أن يرد الإحسان بالإحسان ليس لله سبحانه وتعالى إنما لخلق الله سبحانه وتعالى الله غني عن الناس جميعا نعم أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد نعم غني عن البشرية وعن عبادة الناس يعني لو أن كل الدنيا على طاعة ما زاد ذلك من ملك الله شيئا ولو أن كل الدنيا معاذ الله على معصية ما نقص ذلك بملك الله شيئا نعم ولكن نحن أحوج الناس إلى عبادة الله سبحانه وتعالى فالأطحية سنة على القادر من قدر استطاع أن يضحي فالأطحية إذا أمكنه الله عز وجل من مبلغ أو قيمة الأطحية أو أن يشارك في أطحية نعم طب شيخنا دلوقتي أنا رايح أشتري أطحية وما أشعارف فيها يديها جوز أن أنا أضحي بيها هل في معايير ومواصفات للحاجة التي أنا أضحي بيها؟ طبعا الشرع أراد من أنك من أطحيتك أو من طاعتك إنما يتقبل الله من المتقين نعم ولنكون كالمشركين ويجعلون لله ما يكرهون أيوة السليمة لي وبيتي والعيبة دا لله واحد عينا الحق والبحث يعني الحق حللها طب بعدين يعني ربنا سبحانه وتعالى يريد من الإنسان أن ما يصل لأنه لما يصل للفقير يقع كما كان السيدة عيشة تطيب الصدقة ولما سأل عن ذلك قالت لأنها تقع في يد الله أيوة فتريد أن هي تكون أفضل شيء وربنا حتى أراد في العبادة يا بني آدم خذوا زيناتكم عند كل مسجد وكل واشرب ولا تسرفوا التزين والتطيب سيدنا أنس بن مالك كلما كتب حديثا كان يغتسل وصل ركعتين ويكتبه لأن شرف المهمة يجعلك تتهيأ لهذا الشرف فأنت بالضحي الأضحية دي المين لله صحيح بس تكردي الصدقة دي المين لله فلابد أن تذكر أصلا بداية الأضحي والصدقات لله سبحانه وتعالى بدأت من ابني آدم واتلع لي من ابني آدم الحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهم ولم يتقبل من الآخر قيل أنه هو كل واحد قدم من أجود ما لديه خلاف طبعا أنه في واحد كان بيزرع وواحد كان بربي غنم فلي بيزرع جاب أردأ ما عنده واللي عنده انتقى أفضل الشياه الموجودة فأتت نار من السماء فالتهمتها فكانت دلالة على قبول الله وهو قال له إنما يتقبل الله من المتقين فضي نقطة مهمة انت عايز بالصدقة دي رضى مين رضى ربنا سبحانه وتعالى طيب لماذا يجعل له الشيء اللي هو زي ما كان الشيخ الغزالة وارحمه شابه يقول لك الجماعة كان في الأرياف والحاجات دي وبعض الناس لو رزق بابن كده كويس وسليم وبتاعه لك ده نوديه يبقى دكتور طب ربنا رزق بابن يعني فقد البصر ولا كذا ده بتعربنا بقى ده نوديه لأظهر وقالش عنوان الله ما يكرهون يعني كإني الدين مش هينفعه غير أصحاب الابتلاءات طبعا لا نقلل من قيمة الناس دي لك هم نقول إن إيه ما تبقاش النظرة زاهرة طبعا كل إنسان لا يعلم قيمته ولا مقداره إلا الله سبحانه وتعالى وإن أكرمكم عند الله أتقاكم نتكلم على نوايا الناس في النظرة أما نظرة الله للخلق فليعلموا إلا الله وإن أكرمكم عند الله أتقاكم وكم من فاقد البصر رزق البصيرة وكم من مبصر فاقد للبصيرة صحيح القصة ليس قصة بصر والعمى عمى القلوب فإنها لا تعمل أبصاره ولكن تعمل قلوب التي في الصدور فالشاهد الإنسان لم يتقدم إلا الله عز وجل بطاعة أو بصدقة أن ينتقي أفضل ما عنده مش بعض الناس يقولك الهدوم لا تترمي هنا حتى يسموه اسم جميل قربان قربان ما هي قربان قربة إلى الله عز وجل نعم ويا قربان في اللغة أيضا نفسه بعض الناس في الصدقات يبقى عنده الهدوم اللي هي تترمي مش اللي بحالتها ويكويها ويغسلها ويغسلها وينظفها ويكويها ويكييسها ويديها يعني لا ده في ناس اللي خلاص لو الفئر اللي لبسها يعني زنق على نفس شواء هتتقطع طب ليه يعني هو بدل منوية في الزبالة اعتبر الفقراء هما صندوق الزبالة أستغفر الله يعني لا هذا لا يليق شرعا يعني الأول والأفضل الجديد لكن اللي تدهولهم ممن لن تستعمله يكون صالح للاستعمال أي بمقياس اللي هيلبس تمام فده أمر مهم في هذه المسألة طبعا أنا رايح أتقرب بصدق مطلوب إيه ألا تكون معيبة يعني إيه ما تكونش أرنها مكسور ولا عشفاء هزيلة ولا جرباء ولا جربانة ولا مريضة ولا عندها أي ولا عورة كل ده طب ليه ما هي تدبح وإيه ده علاقة العين ها والقرن بي ولا مجنونة ما تكونش مجنونة آه ليه ما هو ده نقطة مهمة ما هو هل الشرع منع ذبح الشاه العوراء لا أو اللي مقصور أرنها لا في العادي لا لا خلاص أنما ليه أنا راح أتقرب لله بس هو ده الشاهد نعم هذا التشديد من الشرع أراد أن تكون ذبيحتك خالصة لله سبحانه وتعالى بداية من هيئتها ومنظرها كل شيء استثنوا ما يعتبر من نقص فيها يزيد من قيمتها زي الخروف المخصي خاصي الخروف في هذه الحالة بيفيد لأنه معناه يمتلق لحم لحما خلاص فأجازوا الخروف الخصية يعني أجازوا ما يجملوا الذبيح اللي هو يعني يغيف ولا يلغي منها طيب اللي هيضحب ما الوجب عليه فعله في هذه الأيام قبل الأضحية وأثماء الأضحية ولا حاجة مسألة إن لا ما يقص جد أضار دا كل دا سنن اي اذا يعني فعل ذلك فله الأجو إذا لم يفعل فلوزر عليه وذبيحته وأضحيته صحيحة تماما طيب لو إحنا جينا الأسئلة المتكررة بقى حدود وضوابة الاشتراك في أضحية واحدة هنجيب أضحية واحدة هل يجوز إخراج مال بدل من الأضحية مثلا يعني كما يدعى البعض إن المستشفات أولى بهذا المال لا دا شغل الدجل دا شغل الدجل إن ينزايد وليه نضحي والدماء اللي تمنى الشوارع وتمنى السلخانات والمستشفات أولى طيب ما الفلوس اللي رايح على العساكر أولى والله رايح على الإعلام أولى والله رايح على هلس اللي في البلد أولى اشمعنا عند الهلس الفلوس بتطلع وعند الشرع اللي مش منجيبك ولا منجيب الدولة اللي هو مش من الشعب اللي يجيب الناس لا المستشفات أولى الأضحية مقصود بها النسك الذبح أسوة بنبي الله إبراهيم عليه السلام وليست واجبة مش واجبة داني القادر طيب لا أود مستشفة فلوس بإنفعش الأضحية لتكون إلا أضحية ما الأدي حد هيضحي عنه دا اسمها وكالة ما كنت لست أسعى لك عن النابة والوكالة في الأضحية لا النابة والوكالة جائزة شرعا خلاص ابن بدي جمعية بالضحي اتفضل أنا والله عايز يجي لي نصيبي منها بتكيس ومتقطع براحة والباقي وزع الفؤرة وهم بيتبحوا يعملوا وانا خلصت من إيه من الهملة جاء الشرعا بس اسمه أضحية إنما ما بدل مندي كل واحد كيلو خد يا عم حقق ناشف في إيديك وتفكر ما فيش كده أو أشتري لحمة من جزار ما ينفعش لأن الجزارة بيتبح مشنيت أضحية خلاص شراء لحم ده اسمه لحم إنما الأضحية نسك مقصود به النسك في الإسلام فده نقطة الناس لا تغفل عنها زي صدقة الفطر خلاص هتأجلها بعد رمضان وهتديها الضعف اسمها صدقة فطر لا خلاص صدقة زكاة فطر لا اسمها صدقة خلاص فكل حاجة لها معاد ما نخلط شي ونقول والله أصليها جماعة أصلي كذا ما فيش كلام ده طيب بمناسبة الخلط بقى والسؤال المتكرر أيضا تعدد النواية في الأضحية ما فيش كلام ده في الأضحية الأضحية هي أضحية بالأشهر طبعا العقيقة والأضحية الأصل في ذلك الأصل في ذلك أنا يعني إلا لو أنا جاي أعمل عقيقة إلا ابنة ولد قبل العيد بو اسبوع فطبيعي العيد جه فأنا هتبح هتبح ماشي دي توافق فيمكن يعني فيه رأي يمشي الأمر إنما ده فيه ناس عايزة أجروا أجروا يعني أنا إخواننا والله ما ضد الناس بس في النهاية إحنا ليه بنحرم نفسنا من أني ننال أجر كل سنة على أحدة ليه زي يوم ست من شوال ويقولك أحسبها من القضاء ماشي في رأي يبي يجيز أنا مش ضده ورأي معتبر ومقدر إنما أنا ده عبادة زمنية مربوطة بزمن زي يوم عرفة ست من شوال عشورة دي أيام مرتبطة بأيام بسنن يا أخي خذ الأجر وبعدين إن وبعد كده موت على نية الطاعة موت على نية إيه فهذا ما أحبه دائما أن نفصل كل عبادة في سنة لوحده نعم لنعدد الأجر ونستفيد ونخرج من خلنا في الأحوط إنما ننخبي خاص الله جزاء الله خارج وحر يعني أنا أقولك لا أمنع هذا أنا أقول بس الأفضل أن نستفيد بكل سنة وحدها نعم مش إني والله سنة إيه ثم نضرب الاتنين في الخلاط ونخلص ماشي إذا رأيي أجاز وهتخب بي لا مانع لكن رأيي الأفضل فيها أن نغتنم نفحات الله عز وجل في دهرنا كل نفحة على حدة تماما شخنا جزاكم الله خيرا نفعل الله بكم